أذكر معجزة تسبيح الطعام في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر من معجزاته صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام في يده فقد روى البخاري من حديث ابن مسعود أنه قال كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام في يده وهذه المعجزة أي تسبيح الطعام في يده صلى الله عليه وسلم وحنين الجذع ونبوع الماء من أصابعه أعجب من إحياء الموتى الذي هو إحدى معجزات عيسى عليه السلام ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شقاق القمر فإن الكفار طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق فلقتين وشاهد ذلك من كان بمكة وخارجها